هل الموضوع في غاية الأهمية كي نستمع في وسائل الإعلام التركية عن اجتماع سري لأنه منع الإعلاميين من حضوره جمع إبراهيم كالين رئيس المخابرات التركية بوزجر أزال والقيادات العليا لحزب الشعب الجمهوري واحد من أكبر أحزاب المعارضة التركية من أجل إطلاعهم على تقارير سرية خطيرة نعم الوضع خطير كما ذكرت لك هناك حرب دائرة في منطقة حدودية مع تركيا تشترك معها في البر وفي البحر أيضا وهناك وضع مقلق للغاية للدولة التركية يجب أن تتخذ خطوات عملية ويجب أن تعمل على تحالفاتها مع دول أخرى ومع دول إقليمية يهمها أمر هذا الكيان التوسعي الكيان الذي يخوض حرب مدعومة من كل دول العالم يخشى من أن تتوسع هذه الدائرة في المنطقة وتخشى أن يعمل هذا الكيان على إضعاف تركيا مثلا ويعمل على إشغاله بميليشيات إرهابية داخل تركيا بدعم بعض الميليشيات وبعض التنظيمات الإرهابية لإشغال تركيا ربما عما يجري في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا أيضا عندما يريد هذا الكيان تمرير أي مخطط نعم سيعمل على زعزعة الأمن الداخلي لهذه الدول الموجودة مصر وتركيا والدول العربية دول الخليج بأكملها الخطر موجود وقائم والحرب قائمة إذا لم تقلق تركيا أو لم تطلق هذه التحذيرات أو إذا لم تأخذ هذه الحرب على محمل الجد فمتى بالتأكيد هذه دولة يهمها أمنها الداخلي والخارجي ويهمها الوضع الإقليمي الموجود في المنطقة بشكل عام ترجمة نانسي قنقر